استراتيجيات وتقنيات لتحسين اتخاذ القرار وتحقيق نتائج مثلها في عالم مليء بالتحديات والتقلبات أصبحت مهارات اتخاذ القرار الفعالة أداة حيوية للأفراد والمنظمات على حد سواء تحسين مهارات اتخاذ القرار لا يشمل فقط تجميع المعلومات بل يتطلب أيضاً تطبيق استراتيجيات مدروسة وتقنيات متقدمة للحصول على نتائج أفضل سيتناول هذا العرض استراتيجيات وتقنيات تساعد على تحسين اتخاذ القرار وتحقيق نتائج مثلها استراتيجيات وتقنيات لتحسين اتخاذ القرار وتحقيق نتائج مثلها يتمحور موضوع تحسين اتخاذ القرار حول تطوير المهارات اللازمة لفهم وإدارة المعلومات بشكل فعال مما يسهم في تعزيز النتائج تعتبر القرارات الصحيحة مؤشراً على التمييز والنجاح كما أن زيادة الثقة في اتخاذها تعزز من روح الابتكار والنمو الشخصي من خلال استخدام تقنيات مثل تحليل السوت والتفكير النقدي يمكن استكشاف البدائل المتاحة بشكل أكثر فعالية جدول المحتويات مقدماً حول تحسين اتخاذ القرار نهمية اتخاذ القرار الفعال ثن تقنيات تحسين مهارات اتخاذ القرار ربار كيفية تحليل المعلومات المهمة خمس استراتيجيات اتخاذ القرار الذكية سب أدوات الدعم اتخاذ القرار تقييم النتائج واتخاذ الإجراءات المناسبة شكراً لكم على المتابعة مقدمة حول تحسين اتخاذ القرار يتحتم على الأفراد والعاملين في المؤسسات مواجهة تحديات مستمرة في اتخاذ القرارات المناسبة تحسين مهارات اتخاذ القرار هو خطواً أساسياً نحو تحقيق نتائج أفضل إذ تعتمد فعالية القرارات على قدرة الأفراد في فهم البيانات والمعلومات من حولهم يتطلب ذلك التفاعل مع تقنيات وأساليب علمية مختلفة تساعد على تطوير تلك المهارات مما يترتب عليه اتخاذ قرارات مدروسة تأخذ في الاعتبار كافة العوامل المتاحة إن دشاء أهمية اتخاذ القرار الفعال وفي هذا السياق نجد أن اتخاذ قرارات فعالة يتطلب الوعي الكامل بالعواقب المحتملة تحسين النتائج هو أحد جوانب هذه العملية حيث يمكن أن يؤدي اتخاذ قرارات مدروسة إلى نتائج إيجابية تعزز النجاح في المشاريع والمبادرات علاوة على ذلك فإن الثقة تزداد عندما يتخذ الأفراد قرارات صحيحة مما يشجعهم على اتخاذ المخاطر المحسوبة ويعزز من الابتكار والنمو الشخصي تقنيات تحسين مهارات اتخاذ القرار تسهم التقنية بطرق متعددة في تحسين مهارات اتخاذ القرار من خلال استخدام أدوات مثل تحليل SWOT يمكن للأفراد تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المرتبطة بالخيارات المختلفة كما يعتبر التفكير النقدي أحد العناصر الأساسية حيث يساعد الأشخاص على تقييم الخيارات بصورة أكثر دقة وتوقع النتائج الأكثر احتمالا العلم وهيوكلة اتخاذ القرار تلعب دورا حيويا في تعزيز الفعالية مما يمكن الأفراد من الوصول إلى أفضل الحلول كيفية تحليل المعلومات المهمة تشمل مرحلة تحليل المعلومات عددا من الخطوات الحيوية أولا يتعين جمع البيانات بشكل شامل ودقيق لضمان أن جميع الجوانب ذات الصلة معتمد عليها بعد ذلك تأتي مرحلة تقييم المعلومات من خلال تصنيفها حسب الأولويات مما يعزز من جودة التحليل كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل برامج تحليل البيانات يمكن أن يسرع من عملية التحليل ويساعد في استخلاص استنتاجات دقيقة وموثوقة استراتيجيات اتخاذ القرار الذكية تشكل استراتيجيات اتخاذ القرار الذكية عنصرا أساسيا في هذه المنظومة يعتمد التفكير التحليلي على تحليل الخيارات المتاحة والتنبؤ بالعواقب المحتملة مما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات منطقية من المهم أيضا التشاور مع الآخرين ذوي الخبرة حيث تقدم هذه الاستشارة إشارات قيمة قد تنبه إلى مخاطر غير متوقعة التقييم المتواصل للقرارات يعزز من القدرة على التكيف بينما يمكن اعتبار الأخطاء تجارب تعليمية تسهم في تحسين القرارات المستقبلية أدوات دعم اتخاذ القرار تتضمن أدوات دعم اتخاذ القرار برامج وتحليلات تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة على سبيل المثال يمكن استخدام برامج تحليل البيانات الكبيرة لفهم الاتجاهات كما تقدم النماذج الرياضية والإحصائية دعما موثوقا لصناع القرار مما يسهل اتخاذ قرارات فعالة بناء على معلومات دقيقة استعش تقييم النتائج واتخاذ الإجراءات المناسبة من الضروري تحليل النتائج بعد اتخاذ القرار لمعرفة ما إذا كانت تلبي الأهداف المحددة يساعد هذا التحليل على تحديد النجاح والإخفاق مما يوفر فرصة لتعديل الاستراتيجيات عند الحاجة يجب إشراك الفرق المعنية في عمليات التقييم للحصول على رؤى متعددة تعزز من تحسين النتائج المستقبلية فضلا عن توجيه الفرق نحو التدريب المستمر في مجال اتخاذ القرار ختمة تحسين مهارات اتخاذ القرار يعد عملية مستمرة تتطلب مزيجا من المعرفة، التقنيات وأدوات الدعم اتخاذ القرار من خلال تعزيز هذه المهارات يمكن للأفراد الوصول إلى نتائج مثله مما يعزز كل من الفاعلية الشخصية والمؤسسية تنفيذ استراتيجيات ذكية وتقييم الخيارات بدقة يعد بمثابة المفتاح لتحقيق النجاح في بيئة العمل والتحديات الحياتية ترجمة نانسي قنقر